أقولك تعالي نقفل الملف ده ونفتح ملف الفريق الأول اللي مبارح بالمناسبة كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب لكن اللي حصل الحقيقة أن النادي الأهلي أعلن أنه تعذر انضمام مدافع الفريق ياسر إبراهيم بسبب شعوره بالإجهاد طبعا ياسر كان رايح كبديل لمحمود متولي اللي تعذر أنه هو كمان يروح بسبب إصابته في العضلة الضمة بالتالي قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري اللي ينضم لمعسكر الفرعينة اللي حيقود مباراوة دية أمام بلجيكا يوم 18 من نوفمبر إن شاء الله يعني احنا منتمنى أكيد الشفاء ليسر إبراهيم مبارح كنا لسه بنقول أنه هو جي مكان متولي يعني ياسر برضو زي أكيد فرصة كويسة لأنه هو يشارك مع معسكر المنتخب لكن واضح أنه لسه الإصابات لن تخلوا مع النادي الأهلي أسف الشديد كل مرة بنقول موسم ده مش عايزين إصابات أو غيابات لكن دي حالة برضو كرة القدم للأسف الشديد يعني